بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام عن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله سوف نأخذوا درس إخديمي عن خاصية ترانجيسن كما يعرف البعض أن ميزة هذه الخاصية تشوحوا لنا إمكانية إعطاء خصائص اخرى مثلا الكورلور والبايدنج والبوردر ريديوس إلى آخره وقت للظهور سواء مدة بسيطة أو سريعة ويمكن أن نحديد الوقت بالتواني أو بالجزء من الثانية مثلا هنا أخذتوا ميتات الشباقي عن شاشو وضعتوا ديف له اسمه CONTAINEL بعد ذلك وضعتوا داخل الديف باراغراف الذي سوف نقومه بالحركة ثم في ملف الستايل الكنتينير قمتوا وضع له position relative ثم في الويس وضع ما نحنه 600 pixel ثم light 400 pixel ثم background color بيضاء ثم وضعت له border ثم وضعت له توسط وضع margin 0 auto بعد ذلك الكنتينير باراغراف وضعت هنا position absolute ثم left 0 top ناقص 17 pixel يأتي هنا كما تلاحظون هنا فوق يعني محادي للبوردر ثم الباقي الخاسائس الأخرى هي كالعادة يعني بسيطة بعد ذلك دائبتوا ثم وضعت الكنتينير ثم hover بعد ذلك اضع hover على هذا الكنتينير ماذا سوف يحدوش سوف يحدوش ما يليم سوف يتم وضع الparagraph من left 500 pixel ثم top 158 pixel ثم سيتم تغيب background color إلى هذا اللون ثم سيتم منح border radius 50 pixel يصبح على شكل دائري ثم ثم transformation على شكل دوران 360 درجة نلاحظ المثال هذه animation css2 الازدارتين كما تلاحظون هنا يعني لم لا يوجد هناك أي انسيابية في الحركة لهذا تم وضع خاصية transition مثلا سأذهب هنا ثم الضع webcate ثم transition ثم هنا property يعني الجميع ثم ثلاثة ثواني أو 3000 ms ثم هنا is يعني الحركة تتم بسرعة بعد ذلك عفوا تبدأ ببطء ثم تبدأ بسرعة ثم تعود ترجع ببطء مثلا لو اعملت الان refresh ثم اعملت refresh كما تلاحظون اذهبوا الى هنا كما لاحظتم هناك انسيابية كما تلاحظون هناك تغيير كبير هنا سوف اجعلوا هذه بالتواني هنا بالميلة لكم فقط لوضح هنا ثلاثة التواني لابس لاحظوا كيف جمعت الحركة لو الغيشوا هذا وضعوا في التعليق لاحظوا الان يعني عمل غير جميل لكن بإدفاع الترانزينشن يصبح جميل إلى هنا نصل إلى هذه الدرس هذا فقط كان درس قديمي الآن سوف ننتقل إلى الإعدادات المشقدمة في الترانزينشن إلى اللقاء